يعني مثلاً أديك مثال جات لنا مشكلة على صفحة البرنامج بنوتا ليلى وكانت مخطوبة الواحد اسمه حسين مم يعني أديك البريف للحكاية أنا بس لفتني في المشكلة وقلت أقولها النهاردة عشان أوعتها أن أنا أقول ده ليلى كانت خريجة طب ومم يعني أول جوازة ليها وتجرحت أكتر من مرة لغاية ما وصلت أن هي بتقول لي أنا وصلت أن أنا اختار في حياتي بالعقل يعني ما بقاش كل المشاعر هير في بالقلب قلت الله لقيت بنوتا عقلة يعني اللي هي بتفكر بالمشاعر والعقل في نفس الوقت واخترت حد دكتور زيه وبشتغل في نفس مجالي قلت تمام ابتدت البنات تفهم وعنده شقته وكذا كذا كم ومم يعني لقيت كل المعايير الصحي موجودة خلاص تمام وحكى لها أنه كان عنده عقدة قبل كده من واحدة كان يعرفها وقالت تقعتنا مخطوبين سنتين عشان أعرفه كويس وقدت لي نفسي الفرصة واتهايل ايه الحلوة دي يا ليلة اتجوزنا قلت تمام حلوة قوي اتجوزنا قالت لي من أول يوم جواز قال لي أنا همنع الخلفة سنة بتقول لي بالرغم أنه هو عنده 35 سنة وهي عندها مثلا مش فاكرة قلت لي 26 حاجة كويس فأعتقد 35 ده سن مناسب خلاص يعني يدوبك يعني تخلي فبتقول لي أنا اتصدمت أنه هو يعني زي أي ست وأي بنت هي لسه بنوتة جديدة انه مش عايز خلف مني يعني بتقول لي أنا اتصدمت أنك راجل عارف يعمل كنترول على مشاعره قوي للدرجة دي تمام المهم قالت لي إيه قالت لي إحنا روحنا للدكتور وبيني وبينك هي بقى بتحكي الإيمان المختار اللي عارفة قلبها حنينا على كل المشاهدين والمستمعين قالت لي وبيني وبينك يا إيمان أنا كنت ناوية ما أخدش الدواء قوي يعني أنا كنت نفسي أجيب بيبي يعني حلم أي بني تفوت مرتين كده عشان قالت لي كنت هفوت وكده قالت لي تخيالي كان مركز جدا وبقى هو اللي يمنع مش أنا طبعا ده أول حاجة صدمتني في الرسالة طيب إيه الموضوع؟ قلت لك قعدنا سنة طول الوقت أول ما نتخانق آه ما أنا عامل حسابي آه ما أنا الالتزام ما مخوفني ما أنا رعبني آه ما أنت بص بص بتعلي صوتك إزاي بص تقول لي طول الوقت عنده فوبيا 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 إنه هو طب ما هو تجوز خلاص ما علينا البنت دي لسه منطلقة تمام قلت لي يا إيمان ما عادت السنة واتطلقت وشوف بقى إحساس البنت المجروح ما نبني غير إن أنا خدت لقب مطلقة عشان ما نتحكش على بعض بس اللقب ده بيداي عشان في بعض البرامج برا إيه المشكلة أنا مطلقة لا بيداي بيداي أي ست وبيداي بنت لسه لسه بنت بنوت مع ما ما حصلتش سنة على جوازه وفي الآخر تبقى مطلقة فعشان بس نبقى صورة حاو أنتوا عارفين مني إن أنا صريح هي بني وبينك العادات والتقاليد آه العادات والتقاليد لسه لحد دلوقتي بتاخد الكلمة دي ويحبش يداي وعلى فكرة معنى مفروض لأ بس هو فعلا بيداي معلش يعني طب ما أنا لو ست وبشتغل ومعي فلوسي وعربيتي وبيتي وحياة مليانة نعم الحمد لله بس لقب منطلقة بيداي عشان بس ما نبقاش بنجدب على بعض فهي البنت دي كمان سنة بس جواز وخرجت ولكنها عملت حاجة احساس بقى الرفض جاي بقى في الآخر صحيح قال لها إيه قال لها أنا مش قادرة أكمل وأنا حاسس أنا روحت لدكتور وقال لي أنت عندك فوبيا ما عرفش اسمها إيه وبيخاف من المسئولية والالتزايد كويس كويس طب ما أنت كنت عادت جنب ماما من الأول يعني ليه تدخل بيوت الناس وتخطب بنته وقال لها بقى تعبوا في جهازها وتكلفوا في جهازها وإيش فرح ما عرفش إيه وإيش الجهاز إيه ماديا ووقت ومجهود وحاجات كتير البنت دي مكسورة جدا وده فعلا يمكن قيم جدا في حلقتنا إحساس الرفض اترفضت من جهازها بقى يعني حبت واتجوزت وترفضت في الآخر من جهازها حلال ربنا ومفيش أي حاجة في الآخر اترفضت من جهازها وكمان هو كمان خلي بالك إحساس الرفض إنه ما يخلفش منها إجباري ده إحساس يوجع أي بنت في الدنيا فدي مفروض تقول لها إيه بوسي هقول لحركة الحاجة هو في الأول خالص خلينا نتفع على حاجة إن ما كانش فيه ما بينهم صراحة أو ما كانش فيه ما بينهم كلام في الأول إن المفروض من البداية كانوا يتفق على موضوع الخلفة ده بيحصل كتير وده صحي جدا قالتلي قالتلي اتفق بس بطريقة بسيطة وما تخيلتش إنه يبقى جاحد ومركز قوي يعني أنت فيهم الراجل برضو بوسي مفروض يبقى يحس إنه هو أب ومفروض مشاعر الأبوة زي الأمومة يعني موجودة عند الرجال أو ستات ولكن دي ما كانش واضحة بقى كان فيها اختلاف كان فيها كلامة بينهم دي غلطة دي أول غلطة تاني غلطة يعني برضو أنا مش هقدر ألوم حد ولكن في النهاية أنت في مرض نفسي ما هو مرض نفسي زي حاجة زي السنان زي واجع البطن أي حاجة فأنت كان المفروض تتعالج من البداية للحتة دي مع إن في مشكلة واضحة جدا وحارك قلتها في الكلام طب منت جوزت يعني عديت بمرحلة بتاعت الخوف والمسئولية فالمفروض فوبيا المسئولية وفوبيا أن أنا تحمل مسئولية بني آدم تاني في حياتي وأن أنا تحمل مشاعرها وأن أنا أصدي مسئولية أن في بني آدم تاني حياته ساعدته وحزنه وكيانه مسئول مني أنا إزاي أن أتحمل مسئولية دي وإحساس الرفض بيعمل إيه في البني آدم ده بعد الفاصل